بيهدى في المنة سنة 1981 في ولاية نيفادا وتحديدا في الشركة كبيرة جدا لأعمال التنقيب وبيكون المسؤول عن الشركة ديت شاب باسمه كيني ووالده بيكون هو صاحب الشركة ديت وساعتها بيقف مع حبيبته جين وبيشرح لهم شغلهم في الشركة عبارة عن أنهم بينقبوا في الأراضي عشان يستخرجوا منها الموارد القيمة زي الدهب والجواهر وبعد ما بيخلص كيني كلامه بيديها سويرة وبيعرض عليها الجواز فبتوافق جين وبيكون مبسوطة قوي ساعتها بقى بيستدعي والده في مكتبه وبيطلب منه يجهز نفسه للشغل الجديد بس بعد مرور سبع سنين بيموت والد كيني وشركتهم بتفلص خالص وساعتها بيكون كيني في البار اللي بتشتغل فيه مراته جين وكل تفكيره أنه يخلي شركة والده ترجع تشتغل مرة تانية فبيروح وقتها لشركة استثمار كبيرة وبيعرض عليهم يشاركوه في مشروع تنقيب بس صاحب الشركة بيرفض لأنه عارف أنه كيني معهش فلوس من ساعة ما الشركة والده فلست فبيحاول كيني ما ييقاسش وبيروح كل يوم وبيقابل مستثمرين وده عشان يسلفوا الفلوس ويعمل المشروع بتاعه بس للأسف محدش بيوافق يسلفه لأنه مش معاه أي ضمانات فبيحس كيني بالأحباط ومبيكونش عارف يتصرف ازاي وفي يوم بيحلم كيني ان فيه دهب كتير قوي في اندونيسيا خصوصا بقى انه يعرف عالم جيولوجي هناك اسمه مايك وده لسه مكتشف اكبر منجم في اسيا وعشان كده بيقرر كيني انه يبيع كل اللي معاه ويسافر اندونيسيا عشان يقابل مايك وبالفعل بيقابل مايك في الفندق اللي قاعد فيه وبمجرد ما مايك بيشوفه بيفهم انه مفلس عشان شكله مبهدل خالص وبيكون كيني جاي يعرض عليه ساعده في عمليات التنقيف في اي مكان في العالم بس مايك ما بيقتنعش بكلامه وبيكون خلاص هيمشي لكنه بيرجع في كلامه على اخر اللحظة وبيكرر ياخد كيني معاه في رحلة صغيرة المهم بيركبه قريب يعديهم من نهر معين في اندونيسيا وبيوريه مايك وقتها غابعا لخا جدا وبيأكد له ان تحتها الدهب كتير قوي وان المكان هنا كان بيجيله اشخاص كتير جدا بحثا عن الدهب بس محدش فكر يدور في المكان اللي بيفكر فيه مايك الخبير وفعلا كيني بيقتنع بالموضوع وبيبدأوا يفكروا هيعملوا ايه بالزبط وبيكونوا محتاجين لعمالوا ادوات كتيرة جدا للحفر وده للأسف هيكلف مبلغ كبير ومش معاهم حاليا بس كيني بيوعب مايك انه هيتصرف في موضوع الفلوس دوت وبيعمل معاه عقد على منديل وبيكون كاتب فيه انه ما يتقسم كل شيء بعد ما يخلصه وعلى طول بيرجع كيني لشركته وبيخلي كل الموظفين يكلموا الناس عشان ياخدوا منهم فلوس للاستثمار وفعلا بينجح كيني انه يجمع الفلوس لكنها للأسف ما بيكونش كتير زي ما هم محتاجين لكنه بيطلب مايك وقتها انه يمشي نفسه بالمبلغ دوت لحد ما يبدأوا الحفر وبالفعل بيبدأ العمال اللي ساكنين جنب النهر يشتغلوا لصالح مايك وكيني فبيجهزوا مكان بالكامل عشان يكون مناسب للحفر والتنقيب ويوم بعد يوم بيكون كيني مصدق حلمه جدا وانه هيحصل على الذهب اللي هيغير له حياته بس للأسف الفلوس اللي معاهم بتخلص والعمال بيرفضوا يشتغلوا وبيمشوا من المكان وقتها بقى بيكون كيني مصاب بالمالاريا وحالته سيئة جدا فبيجي مايك وبيحطه في السرير وبيطلب منه يرتاح شوية المهم بيروح مايك للعمال وبيطلب منهم يرجعوا وهو مستعد يعمل معاهم اي حاجة فبيدخله واحد من العمال على أسرته اللي بتكون بتعاني من الأمراض بسبب المياه الملوسة فبيرجع مايك لكيني وبيعرفوا انه اقنع العمال خلاص يشتغنوا من جديد وده في مقابل انه هيعمل لهم فلاتر للمياه ويشربوا منها بشكل صحي وفعلا بترجع كل حاجة زي ما كانت وبيكملوا في رحلة البحث عن الذهب اللي في باطن الأرض بعد اسبوع بقى بيفوق كيني اخيرا من التعب اللي كان عنده وبيتفاجئ لما بيبلغوا مايك انهم بالفعل بدأ يخرجوا ذهب من الأرض فبيطير كيني من السعادة لان حلمه خلاص قرب يبقى حية لدرجة انه بيروح يجيب مراتو جين وبيخدها المكان واسع جدا وبيعرفها انهم هيبنوا بيت هنا وكمان هيستمتعوا بحياتهم زي ما كانوا بيحلموا وده طبعا كلها هيحصل لما هيستخرج الذهب بالكامل المهم بالليل بيكون كيني في البار وبيلاقي صحفي جاي يكتب عن نجاح شركته وفي تاني يوم بيتفاجئ كيني ان صاحب الشركة اللي رفض يقابله قبل كده جاي عشان يتكلم معاه وده طبعا بعد معرف ان كيني نجح في اكتشاف ارض مليانة بالذهب وكمان حابب يدعمه وفعلا بيوافق كيني على عرضه وبياخد منه معظف اللي طرده قبل كده كمان عشان يشتغل تحت ايده ويوم بعد يوم بتوسع شهرة كيني اكتر وكمان فلوسه بتزيد لدرجة ان اكبر شركة للتعدين بيوصل لها الاخبار بتاع كيني واللي بيعمله هناك فبيخططوا يعملوا معاه صفقة عشان يستفيدوا من وراء وما بيتصروا على كيني عشان يحددوا المقابلة بيفرح كيني جدا وبيحسوا انه خلاص بقى على طريق المجد فبيروح هو ومايك عشان يعودوا مع مدير الشركة اللي بيكون عاوز يدخل شريك مباشر مع مايك وكيني ويخلي العمال بتوعه كمان يساعدوا كيني في الموضوع بس كيني بيرفض الموضوع دوت لانه شايف ان هو ومايك بيشتغلوا بايدهم وبيفهموا اكتر في الموضوع وفي النهاية بيوصلوا الحل ان صاحب الشركة هيبعت معهم كم عامل عشان يشوفوا الوضع في غابة اندونيسيا وبالفعل تاني يوم العمال بيسافروا معاهم عشان يبدوا يشرحولهم اللي بيعملوه بالكامل واول ما العمال دول بيشوفوا الدهب ما بيصدقوش نفسهم فبيرجعوا لمدير الشركة بتاعتهم اللي بيفرح جدا بالموضوع لدرجة انه بيطرح 27 مليون سهم في البورصة لانه متوقع اصدهار كبير جدا في الفترة اللي جاية بعدها بيطلع كيني ومايك في مؤتمر صحفي والكل بقى بيتكلم عنهم خصوصا انه في اول يوم ليهم في البورصة السهم بتاعهم عالي جدا وده طبعا بسبب موضوع الدهب اللي اكتشفوه وكمان بسبب الدعم اللي قدمته شركة التنقيب الكبيرة ليهم وفي واحدة من الحفلات جين بتاخد بالها ان كيني عمال بيعاجز ملك الجمال صابقة في الحفلة وبتسمع جين كمان مدير الشركة وبيتكلم مع المحاسب بتاعه عن كيني وبتفهم ان مدير عاوز ينسب كل حاجة لنفسه في النهاية ويرمل كيني شوية فلوس وخلاص وما بيروحه للفندو اللي عاديين فيه بتتخاني جين مع كيني بعد ما شفيته مع ملكة الجمال وبتحصل بينهم مشكلة كبيرة جدا لدرجة ان جين قررت تسيبه وترجع لحياتها القديمة وبتأكد له ان مدير الشركة واللي معا بيستغلوه ولكن كيني ما بيبقى الشايف غير النجاح اللي قدامه بس وما بيعديش بقى وقت كبير وبيوصل صاحب اكبر كمية من الدهب في العالم عشان يتعاون مع كيني بس في تاني يوم مدير الشركة لما بيعرف بيعمل عقد جديد لكيني فبيتعصب كيني جدا لان العقد دوت هيلغي كل صلاحياته وبيكون نص العقد ان كيني هياخد 300 مليون دولار فمقابل انه يتنزل عموضوع الدهب الكامل والشركة تكمل الحفر وتنخيب ورغم ان المبلغ ده ضخم جدا ويقدر يعيش كيني حياة سعيدة جدا لحد ما يموت الا برضو ان كيني بيرفض لانه حابب يكمل الموضوع بنفسه ويوصل للعالمية وبسبب بقى اللي عمله كيني بيتفاجئ مايك تاني يوم بقوات من الجيش بتقطاحم موقع الحفر فبيتصل على كيني عشان يفهم منه هو اللي بيحصل بالزبط فبيتأكدوا الاتنين ان مدير الشركة هو العمل كده لان كيني رفض العرض بتاعه وفي يوم وليلة بيخسر كيني ومايك الحلم اللي كانوا بيحرب عشانه وبتطلع الاخبار كلها وبتتكلم عن خسارة شركة كيني ووقتها كيني بيكون في حالة صعبة جدا وبيحاول يتصل على جين لكنها ما بتردش وفي تاني يوم بيوصل مايك عشان يشوف كيني وما بيلاين حالته وحشة ونايم في الشارع بيتخانق معاه وبعدها بيفوق كيني وبيكون فاخد للامل تماما بس مايك بيفضل يحفزه عشان يعمله خطة ويرجعه بيها لارض الدهب بتاعته فبيروح وقتها وبيقابله ابن مسئول اندونيس كبير وبيقدر يبهره لانه شاب طايش وبيعمله معاه صداقة وفي خلال كام يوم بيتصد المدير الشركة ان كيني استعاد الارض من جديد لان ابن المسئول الاندونيسي اتكلم مع ابوه وقدروا يرجعه الارض الكيني في مقابل نسبة معينة طبعا كيني وقتها بيكون فرحان جدا وبيروح الحانة عشان يقابل جين بس بيعرف انها ترقت وباقي بتشتغل في متجر معين وكمان بيجي واحد من موظفينه وبيعرفون في مؤتمر يتعمل عشان يسلموه الفاس الدهبي لانه دلوقتي بقى افضل مناقب في العالم فبيفرح كيني اكتر وبيروح يتكلم مع جين لكنه بيتصدم انها وقفة بتهزر مع واحد فبياخد بعضه وبيمشي وفي تاني يوم مايك بيساعد كيني في ربط الببيونة وبيبان على مايك كده انه مخب حاجة بعدها بقى بيروح المؤتمر وبيتم تكريم كيني قدام العالم كله فبيوقف كيني وقتها وبيقول كلمتين عن جده وابوه اللي بدأ وموضوع التنقيب دوت من زمان قوي وبيبدأ يحكي عن المشاقة والمخاطرة الكبيرة اول اللي واجهها في رحلته عشان يوصل للدهب وبمجرد ما بيخلص الخطاب بتاعه بيختفي مايك من المكان وبدون اي مقدمات بس اما بيجي تاني يوم بتحصل الصدمة الكبرى فبيروح كيني لشركته وبيلاقي تجمع كبير جدا من الناس وما بيكونش كيني يفهم ايه اللي بيحصل لدرجة ان في شخص من التجمع ده بيدرابه وما بيطلع الشركة بيفهم كيني ان بعد التحليل اللي حصلت عالدهب بتاعه اكتشفوا ان الدهب ده مش اصلي وبتبدأ القنوات كلها تتكلم عن الدهب اللي طلعه كيني من غابة اندونيسيا وان الدهب ده كله كانوا عبارة عن مادة مختلفة وكان مرشوش عليها غبار دهب مش اكتر والمشاكل ما بتقفش لحد كده الموظف بيدخل لكيني وبيعرفوا انهم اتشالوا من البورس خلاص وخسروا كل حاجة وبيفهم كيني كمان ان مايك اختفى تماما ومعه 164 مليون دولار فبيتصدم كيني لان ده مبلغ كبير جدا وكمان كان في وقتها في التمانينات وبتدخل وقتها لمباحث الفيدرالية عشان يحققوا في الموضوع اكتر والعالم كله بيكون بيتكلم عن كيني واذا كان اتخدع زيهم فعلا ولا كان شريك مايك في النصباية وبيطلع كيني في الاعلام وبيأكد على فكرة انه اتخدع زي الناس بالزبط واول ما بيروح الفندق بيلاقي مجموعة من العملة جايين عشان يعملوا معا تحقيق وبيبدأ كيني يحكيلهم الحكاية كلها من اول ما تعرف على مايك وبيحاول العميل انه يخلي كيني يعترف بالحقيقة بس بيتأكد انه تعرض للخداع فعلا على ايد مايك وقتها العميل بقى بيحكيله ان مايك اتمسك في اندونيسيا وحاول الجنود يخلوه يعترف على مكان الفلوس لكنه رفض وللسبب دوت اخدوه بالمروحية على ارتفاع عالي جدا وفجأة وقفوا الطيارة وفكوا الحزام لمايك فبيفهم مايك انه معايزينه ينط وفعلا بيعمل كده بس كيني لما بيسمع الكلام ده بيرفض يصدقه لان مايك زاكي جدا واكيد لقى طريقة يخرج بيها بس العميل بيصدمه مرة تانية انه ملاقوا جثة مايك بالفعل وكان فيها اجزاء منه متأكلة بسبب انه وقع في الغابة بعدها بقى بيخلص التحية مع كيني بعد ما بيتأكده تماما انه ملوش اي علاقة بالخدع اللي حصلت دي وقتها بقى كيني بيقرر يرجع لبيته القديم اللي بتعيش فيه جين ولان جين عرفت بكل المشاكل اللي حصلت مع كيني فقررت تسامحه وبتدخله للبيت وبتديله جوابات كتير قوي جات له الفترة اللي فاتت فبيعق كيني وبيبص في الجوابات لحد ما بيتفاجئ ان فيه جواب جايله من مايك فبيفتح الجواب وبيلاجه والعقد اللي كان بينه وبين مايك ومع العقد دوت شيك ب82 مليون دولار وده نص المبلغ اللي سرقوا مايك وهرب وبالشكل ده بيبقى تمام اتفاقه مع كيني رغم كل اللي عمله وبيتأكد كيني ان مايك لسه عايش وبيفرح جدا بالموضوع وبيخلص الفيلم بيبدأ الفيلم بظابة شورت اسمه توم وبيكون معاه صديقه مايك وفي طريقهم لمركز الشورتة وفجأة بيعتارد طريقهم عصابة وبيكونوا عوزين يسرقوا عربية توم فبيستخدم مايك زكاؤه وبيقدر يشتت افراد العصابة وبيفضل يدرب فيهم لحد ما بيفقدوا الوعي بالليل بقى بنشوف عصابة معهم زابة شرطة وبتخلص عليه وبترميه في الشارع فبيبلغ جاك رئيس العصابة مركز الشرطة وبنعرف انه في طريقه عشان يسرق احراز من مركز الشرطة وان عاوز يشتت الزباط الهناك ويسحبهم برا المركز وبيقتحموا مركز الشرطة عن طريق فتحات التهوية فبيروح فرد منهم وبيعطى الكاميرات المراقبة وبيبدأ يكسروا في افال الخزن وبنعرف ان الاحراز ديت مخدرات تمانها مئة مليون دولار وتاني يوم بقى بيوصل الخبر للشرطة وقتها بيتصل هاورد قائد الشرطة بتوم ومايك فبيحكينهم اللي حصل وبيطلب منهم يقبضوا على عصابة في اسرع وقت ممكن وبعتها بيخرج مايك وبيسأل زميله كانوا فين وقت الحدثة لكنهم بيتريعوا عليه وبيكونوا شايفينه انه شخص تافه وبيرفضوا اصلا انهم يتكلموا معاه فبيقاطعهم هاورد وبيعرفوا من قدامهم 72 ساعة بس عشان يقبضوا على عصابة في نفس اليوم بيروح توم ومايك لتاجر مخدرات اسم ويل وبيبدأوا يسألوه لو ليه علاقة بالسرقة اللي حصلت لكنه بيعرفهم انه بهد عن الطريق ده من زمان فبيصدقوا توم وبيسيبوه وبيمشو بعدها بقى بيوصل توم لحلبة ملاكمة وبيتكلم مع فتاة ليه اللي اسمها ماكسي فبيطلب منها تساعده وبيبلاهوا لو شافت اي حد من تجار اللي في الحي بيبيع من نفس النوع المخدرات اللي اتسرقت فبتوافق ماكسي انها تساعده وبيبين كده انها بتحبه تاني يوم بيعرف توم عنوان الشخص اللي بنا فتحات التهوية في مركز الشرطة وبيكون شاكك انه هو اللي صرب المخطط للعصابة فبيبدأ يتحرك هو ومايك على بيته ولما بيوصله بيفضل توم ينادي عليه لكنه ما بيردش ساعتها بيتفاجئ مايك لما بيلاقي ان الباب مفتوح فبيدخلوا البيت وبيتصدموا اول ما بيشوفوا الشخص ده ميت قدامهم فبيتأكد توم انه كان مشترك فعلا مع الأصابة وانه هو لدي لهم مخططات التهوية وانهم طبعا خلصوا عليه عشان ما يورطهمش مع الشرطة في نفس الوقت بقى بنشوف ماكسي وبيبتتكلم مع لويس المديرة بتاعتها وبتفاهمها انها محتاجة اجازة من الشغل عشان تخرج مع صديقتها جولي ولكن لويس بترفض وبتديها عنوان شخص غني وبتطلب منها انها تروح له فبتضطر ماكسي انها تاخد جولي معها وبيروحوا للعنوان ولما بيوصلوا بيرحب بيهم شخص اسمه ادي وكمان بيعرض عليهم مخدرات وبنعرف ان الشخص دوت واحد من أفراد العصابة واثناء كلامهم بيوصل جاك فبيتعصب على ادي وبيفضل يضربه بسبب انه سرق منه الممنوعات وبيقولوا ان شخص متهور وبطريقته ديت اكيد هيورطهم مع الشرطة وفجأة بيطلع جاك المسدس وبيصيب ماكسي بطلقات بتختارك جسمها وده عشان ما تحكيش لحد على اللي حصل وبيؤمر رجالته انهم يخلصوا على ايدي عشان خانهم ومستحيل ليثق فيه مرة تانية وقتها بتكون جولي شايفة كل اللي بيحصل وفجأة بيشوفها واحد من العصابة وبيفضلوا يطردوها وبيضربوا عليها نار فبتجري جولي باقصة سرعة عندها وبتطلع لسطح البيت وبتنطف حمام سباحة وبتنجح انها تهرب منهم واما بيعرف جاك انها هربت بيتدايق جدا وبيطلب من رجالته انهم يدوروا عليها في كل مكان المهم بالليل بيوصل الشرطة لبيت ايدي وبيبدأوا يحققه في القضية وبنعرف ان ايدي دوت كان زابط شرطة صابق وانه قدم استقالته وقرر يشتغل مع جاك مقابل مبالغ كبيرة فبيتصدم توم لما بيشوف ماكسي ويا ميتها في المكان وبيزعل عليها جدا بعد شوية بقى بيعرف توم ان ايدي اتصل بلويس قبل ما يموت فبيتحرك على بيتها عشان يحقق معيها ولما بيوصل بيحس ان في حركة غريبة في المكان وبيتصدم اول ما بيشوف لويس ميتها قدامه وفجأة بيجم شخص عليه وبيوقعه من شباك البيت وبيهرب من المكان في نفس الوقت بقى بتتصل جولي بالشرطة وبتطلب منهم انها تتكلم مع توم فبيرد عليها هورد وبيفهمها ان توم مشهول وانها تقدر تتكلم معا دلوقتي بس جولي بترفض تتكلم معاه وبتعرفه انها مش هتتكلم مع حد غيره فبيغدعها مايك وبيقلت صوت توم عشان تتكلم معاه وبيعرف مكانها وبيتحرك عليه وما بيوصل مايك لمكانها بتهيم جولي عليه وده لان مايك مش نفس الشكل اللي ماكسي وصفته ليها بس مايك بيهددها وبيعرفها من صديق توم وانها عاوز يساعدها فبتقتنع جولي بكلامه وبتحكيله على كل حاجة بعد شوية بقى بيطلب منها مايك تجهز شنطتها عشان العصابة اكيد عارفوا مكانها وفجأة بتقطاحم العصابة المكان وبيضرب عليهم نار فبيستخدم مايك مسدسه وبينجح ان يصيب واحد منهم وبيهرب من مكان تاني يوم بقى بيتعصب هاورد على مايك بسبب انه دخل في حرب مع العصابة وصاب واحد فيهم وبيفهمون بطريقة طلية الصحافة تعرف اللي حصل والدنيا تتقلب عليهم وما بيعرف توم ان جولي في بيته بيتضايق جدا وبيطلب من مايك انه ينقلها المكان تاني بس هاورد بيرفض وبيعرفه انها شهدة مهمة في القضية وانها لازم تفضل في بيته عشان يحميها في نفس الوقت بيكون جاك في معمل المخدرات بتاعه وبيتعصب على واحد من رجالته بسبب انه تأخر في تسليم الشحنة الجديدة وبيفهم انه قدامه 24 ساعة بس ولو تأخر هيخلص عليه بالليل بقى بيعب مايك مع جولي وبيفرج على صور مجرمين بالليل بقى بتقعد جولي لوحدها في بيت توم وبتتفرج على صور نوح وبتفتكر اللي حصل لماكسي وبتتضايق جدا وبتكرر انها تروح بنفسها وتخلص عليه في نفس الوقت بيوصل توم ومايك لبار نوح اللي كان بيشتغل فيه وبيطلب توم مايك انه ما يتصرفش من دماغه وانه لازم يتعامل بهدوء في المكان عشان العصابة ما تحسش بيهم فبيدخلوا للمالهة وبيبدأوا يتقسموا الفريقين وكل واحد فيهم بيفضل يدور في اتجاه فاللحظة دي بقى بيشوف واحد من العصابة مايك وبيتعرف عليه فبيستنى ما بيدخل الحمام وبيجم عليه وبيحاول يخنقه بس مايك بيسدد له ضربة قوية جدا بتوقعه على الارض بعدها بقى بيوصل فرض تاني من العصابة فبيشيل مايك وبيكسر بيه حود اسماك موجود في المكان بس مايك برضو بيكون متضرب على اعلى مستوى وبيسدد له لكمات بتفقده الوعي وبعدها بياخد توم عشان يهربوا وقتها بتوصل جولي للملهة وبتشوف جاك قدامها فبتصوب سلاحها عليه وبتكونوا على وشك انها تنوته بس مايك بيدخل في الوقت المناسب وبيمنعها وبعدها بيسروا عربية وبيهربوا بيها من المكان فبيتحرك نوح وفرض من العصابة وراهم وبيضربوا عليهم نار وبكل شراسة ساعتها بيتصدم توم اما بيعرف ان العربية اللي سرقها متحملة بمواد قابلة للاشتعال فبيطمنوا مايك وبينحرف عن مصاره وبيمشي في طريق تحت الانشاء وقتها بقى بتبدأ تيجي لتوم خطة ذكية فبيروح للشنطة العربية وبيرمي براميل البترول على الطريق بعدها بيصيبها ومسدسه وبيفجر عربية العصابة فبيتعصب مايك على جولي لانها تصرفت من دماغها واكبرتهم انهم يتخلصوا على نوح قبل ما يعترف فبتتدهي جولي جدا من كلامه وبتكون فاكرة انهم مش مهتمين بقضية ماكسي وان كل عمهم انهم يلاقوا المخدراته بس بس توم بيعديها وبيفهمها المستحيل يسيب حق ماكسي وانه اكيد هيقبل على العصابة في نفس الوقت بقى بيروح توم لبيت مايك وبيلاحظ عربية غريبة وقفة قدام البيت فبيبلغ عنها بعد شوية بقى بيعرف مايك ان توم في بيته وهو بيكون فاكر انه بيخونه مع امراته فبيتصلق لقدار البيت عشان يمسكه المتلبسين بس فجأة بتتزحلق رجله وبيقع على الارض وقتها بيسمع توم صوته وهو بيقع فبييجي معليه وبيكون فاكره فرد من العصابة وبيبدأ يحكي المايك على كل حاجة وبيعرفوا ان في عربية غريبة بترقب بيته من فترة وانه كان بيقام مراته وولاده مش اكتر فاللحظة دي بتوصل الشرطة العربية وبيقدر يقبضوا على فردين من العصابة تاني يوم بقى بتحقق الشرطة معهم لكنهم بيرفوضوا يتكلموا وبعدها بيروح مايك لمكان الشغل بتعويل وما بيصدقش انه فعلا بيعد عن شغله في الممنوعات وبيطلب منه ان يدله على مكان المخدرات في اسرع وقت ممكن بس ولما بيرفض بيصابوا بتوم مسدس عليه فبيبدأ ويل يخاف من كلامه وبيدله على المورد اللي بيديله مخدرات يبيعها وبيفاهموا ان المخدرات اللي بيديه له ديت نوع جديد وانه احتمال يكون هو النوع اللي تسرق من مركز الشرطة تاني يوم بقى بيرقي بتوم ومايك بيت المورد وبيشوفوه خارج من بيته فبيتحركوا وراه وبعد شوية بيوصلوا لمينة وبيخاف مايك انه يهجم عليه وبيكون عاوز يطلب الدعم ويبلغ الشرطة بس توم بيمنعه عشان محدش يعرف باللي حصل في نفس الوقت بقى بيكون جاك موجود على السفينة وبيشوفو مواما مستخبيين فبيقمر رجالته انهم يروحوا وراهم ويرقبوهم بعد شوية بقى بيرجع مايك للبيت وبيبدأ يجاهز نفسه عشان يهجم على المورد بس في طريق خروجهم من البيت بيتفاجئوا بجاك ورجالته قدامهم وبيفضلوا يضربوا على بعض النار لحد ما بيقدر العصابة يحتجزوا جولي وبيهربوا من مكان فبيجري توم بأخص سرع عراهم وبيرفض انه يتخلى عن جولي ويسيبها وبتستمر المطاردة ما بينهم لمسافة كبيرة قوي لحد ما عربية العصابة بتعمل حدثة فبينزل جاك منها وبيحاول يهرب من توم بس بيشوفوا مايك وبيركب في تاكسي وبينط على السقف العربية وبيحاول يمنعه لكنه للأسف بيتزحرق وبيقع على الأرض بعدها بقى بيرجعوا لمركز الشرطة فبيتعصب هاورد عليهم لانهم مقدروش يحموا الشهيدة الوحيدة في القضية في اللحظة دية بيجي لتوم اتصال من جاك وبيقوله انه يفضل محتاجز جولي لمدة 4 ساعات على ما يسلم بقى اكبر شحنة مخدرات وبيهددهم اللي حاول يدوره رامرة تانية هيخلص على جولي فبيتعصب توم جدا وبيفضل يدور على اي معلومات في ملف ايدي يمكن المعلومات دية تدلوا على مكان جاك ساعتها بيتفاجئ لما بيعرف ان الشرطية صارة هي اللي كانت على علاقة بيدي في السر قبل ما يموت فبيروح يتكلم معها وبتعترف له كل حاجة وبتفهمه ان هي اللي صربت ليدي معلومات عن المخدرات لانه كان بيعددها وعاوز يموتها وبتديله رقم تليفون جاك وبتفهمه انها تساعده يقبض عليه بعد شوية بقى بتقدر سارة تعرف موقع التليفون فبيتحرك توم ومايك عليه في نفس الوقت بقى بيوصل جاك للمطار وبيسلم مخدرات لرجل اعمال فاسد وبياخد الفلوس بس فجأة بيقتحم توم المكان بشحنة ضخمة وبيضمره ساعتها بيشك جاك ان رجل الاعمال كان عامله فخ وبيخلص عليه وبيفضل يتبادل توم ومايك اطلق النار مع بعض في اللحظة دي بيصاب جاك مسدسه على جولي بس مايك بينقذها في اخر لحظة وبيتصاب بطلقة في رجل مكانها وبيطلع فرض من العصابة على الطيارة وبيبدأ ينقل عليها الممنعات والفلوس عشان يهربوا بس مايك بيشوفه وبيضرب نار على برميل بترول وبيفجر الطيارة ساعتها بيتضايق جاك جدا ان الفلوس والمخدرات اتحرقه وبياخد عربيته وبيهرب قبل ما الشرطة توصل بعدها بيتحرك مايك وراه باقصى سرعة وبيغبط في عربيته وبيخليه يعمل حادثة ساعتها بقى بينزل جاك من العربية وبيحاولوا ان يهرب بس توم بيصيبه في طلقة في رجله وبتوقعه على الأرض وبيكون عاوز ياخد حق ماكسي ويخلص عليه بس مايك بيهديه وبيفاهمه ان لازم يقدموا للعدالة وفجأة بيطلع جاك مسدس وبيكون عاوز يموت مايك بس توم بيشوفه وبيصيبه بطلقات بتختارج جسمه وبتموته وبيخلص الفيلم لو عجبك الفيلم بقى اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وعلى فكرة اعملت قناة تانية وسميتها اوفردوز افلام وهسيب لكم الرابط بتاعها في وصف الفيديو خش بقى خد لك جولة فيها وما تنساش الاشتراك مع السلامة